قالت النائب عن حزب خادم الشعب إيرينا فيرشوك أن البرلمان الأوكراني يعتزم هذا الأسبوع النظر في مشروع قرار يدين نظام أليكساندر لوكاشينك في بيلاروس وأشارت إلى أن المشروع يتضمن مطالبات لسلطات في بيلاروس بوقف اضطهاد رموز المعارضة والصحفيين البيلاروسيين والإفراج عن رمان براتاسيبيج وسجناء سياسيين آخرين إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية على بيلاروس لا يمكننا أن نترك الشعب البيلاروسي الذي يتعاطف بشدة معنا ونتعاطف معه بشدة ليواجه مصيره وحده نحن نتفهم مدى صعوبة الأمر بالنسبة لهم الآن نحن ندرك أن الأمور ستصبح أفضل في المستقبل نحن بحاجة إلى بيلاروس وبيلاروس بحاجة إلينا لذلك سنقاتل من أجلها من أجل حريتها وحريتنا وكما قيل قديما من أجل حريتهم وحريتنا